دين ولا دين في السياسة اتألوا التاريخ عن عبد الناصر على السادات أين هم الآن مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدين في يونيو الماضي ومع بداية شهر رمضان أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية عن قيام دولة الخلافة ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن لم تتوقف النقاشات والخلافات الفقهية والسياسية بشأن هذا الإعلان وبشأن قضية الخلافة بحد ذاتها كنظام للحكم والجدوى منها في ظل هذا العصر الحديث أو ما يعرض بالدولة الحديثة ولا جدال في أن قضية الخلافة شغلت أيضا أغلب الحركات الإسلامية السياسية منها والدعوية والجهادية أيضا التي حملت السلاح لتحقيق مشروعها على الأرض في هذه الحلقة من سياسة في دين نناقش القضية من عدة محاور أولا ما هو مصير خلافة البغداد بالنسبة إلى متغيرات الواقع وموازين القوى الحالية ثانيا هل تضررت الحركات الإسلامية السياسية السلمية جراء إعلان هذه الخلافة وهل الأولوية في الإسلام ابتداء لشكل الدولة ونظام الحكم أم لممارسات هذا الحكم تجاه المواطن وأخيرا هل تشكل ما يعرف دولة الخلافة حلما لدى شرائح من الشباب وخصوصا شباب الطيار الإسلامي كل هذه الأسئلة وغيرها سأعترحها على ضيوفي وأبدأ بالترحيب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق وعضو مجلس الشعب السابق أيضا أهلا بك معنا دكتور محمد أهلا بك سهلا وكذلك الدكتور جمال عبدالسطار الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر هو معي عبر الأقمال الصناعية من أسطنبول أرحب بك معنا دكتور جمال مرحبا بك سعدنا وأرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان الدكتور حسن أبو هنية الخبير في شؤون الحركات الإسلامية مرحبا بك معنا أستاذ حسن أهلا بكم جميعا نعم دكتور جمال بما أني كانت أعتقد لك يعني رسالة الدكتورة أو الماجستير على حد علمي كانت تناقش قضية الخلافة ودعنا ننطلق من القضية الأصلية الخلافة بشكلها القضي موجود خلافة خليفة يتابع أحوال المسلمين يحمي الدين ويحمي مصالح الأناس هل هذا أصل في الدين؟ أم أن الدين لم يتحدث عن مسألة الخلافة بأنها أصل أصيل في الإسلام ولكن تحدث عن المعاني داخل هذا الأصل وهي الحرية والشرى وما إلى ذلك تفضل دكتور جمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد بداية فإن الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى الشرع أو مقتضى العمل الشرعي في كل شؤونها والخلافة واجبة شرعا واجبة شرعا كأهداف وليس فقط كمسمة ولذلك لو لاحظنا نجد أن الصحابة الكرام انشغلوا بإقامة الخلافة حتى عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إدراكا منهم أن الأمة يجب أن يكون لها خليفة يقوم بالواجب الشرعي والخليفة له مهمة رئيسة وهو أنه يكون نائبا أو مقيما نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وسياسة الدنيا به ونشر الرسالة وهذه المهمة هي مهمة الخليفة التي اطلع بها الخلفاء ولذلك لم تكن الخلافة مجرد يعني فكرة طارئة بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة تحدث عن الخلافة ومنها الحديث المشهور الذي رسخ نظام الحكم في الإسلام بل رسما بيانيا لنظام الحكم في الإسلام حينما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حزيفة ستكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكاً عاضاً يكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه ثم تكون جبريات تكون ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم ولذلك فالخلافة معلم من معالم الإسلام للحقيقة يا دكتور أنا كنت أسألك وكأنك فهمت من كلامك أن شكل الخلافة القديم في عهد الخلافاء الرشيدين ومن تبعهم هو المطلوب الآن بشكله الحالي في هذا العصر الحديث وما يعرف بالدولة الحديثة أما دكتور بخصوص الحديث للحقيقة أنا عندي كلام للدكتور الرئيسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يشكك أو يقول أن هذا الحديث اللي حضرتك ذكرته الآن لا يخلو من هشاشة في ثبوته وصحته وأقصى ما يقال فيه أو ما يقول فيه أهل الاقتصاص أنه حسن الإسناد ومثل هذا لا لا يبنى عليه شيء من الأحكام الغليظة والأمور الجسيمة وقصار ما يصلح له والتبشير وبث الأمل أما إذا جد الجد وعظمت الأمور فلابد من أدلة صحيحة متينة وإلا فلا سأعود إليك يا دكتور حتى ترد على كلام الدكتور الرئيسوني لكن شيخ صغير ما رأيك فيما ذهب له الدكتور جمال وغيره للحقيقة أن لقى الخلافة أصل من أصول الدين ولم يتفن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحدث العظيم إلا بعدما كان هناك خليفة وأقاموا خليفة هل المطلوب الدين جاء ليتحدث عن معاني الشورى الحرية الحفاظ على الدين والحفاظ على مصالح الناس أم على شكل من الأشكال وهو شكل الخلافة والخليفة بشكله القديم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد في البداية الخلافة وهذا أمر متفق عليه وعليه إجماع الأمة واجبها على المسلمين نصا وعقلا يعني إيه واجب؟ واجبها أن يقيموا لهم خليفة مسؤول يسوس الدنيا بالدين يسوس الدنيا بالدين وعلى أي شيء تستند يا دكتور هل حضرتك أولا بس أوضح يسوس الدنيا بالدين يعني يقوم على شؤون الفرد والمجتمع وينظم حاجة الأمة مع المجتمعات الأخرى ويكون مسؤول عن إقامة الشريعة هذا الإجماع الذي سألتني الذي سألتني عن ما أستند إليه فيه ذكره الإمام أبو المعالي الجويني في غياث الأمم وذكره الإمام النووي في شرح الصحيح مسلم وذكره الإمام الموردي وغيره من علماء المسلمين بل إن الإمام الشهر الثاني في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل قال لا يدور بخلد عاقل أن تخلو الأرض من إمام يسوس الدنيا بالدين لكن هذا الإمام سمي في عهد أبي بكر بالخليفة وعند أمير المؤمنين عمر نداه الناس بأمير المؤمنين بأمير المؤمنين فالإسلام وفي الخلافة العثمانية سمي بالسلطان لا السلطان فترة يعني استمرت كلمة سلطان إلى أن أعلن سليم الأول السلطنة أنا أقصد حتى ولو لفترة تغير الإسم وهذا محور مهم أريد أن نتحدث فيه لكن هو في فترة مكان لم يكن يطلق على ما تحت يده كلمة خلافة كان بيسميها سلطنة لكن لن أعيز أوضحه وأقول عليه أنه الأمر في الإسلام للمباني وليس للمعاني للحقائق للمعاني وليس المباني نعم كويس يعني أنت تجيب لي مبنى كده وتقول لي علي دار الخلافة الإسلامية ويبقى فوش حاجة ولا تطبق نظام الخلافة الإسلامية في العدل والمسواة والحريات وإقامة الحقوق بين الناس وفي إقامة الدين إقامة كاملة شاملة ترعى مصالح الناس والله سواء أطلق عليه لفظ الخلافة كما هو منصوص عليه ووارد أو أخذ لفظ آخر من الفظ الأخرى هذا الأمر للحقيقة معقد إلى حد كبير أو يصعفه يعني ببساطة شديدة جي رئيس منتخب وفقا لنظام ديمقراطي كالأنظمة التي نحيا في ظلها الآن وحقق مصالح الناس والحرية والشورى والاهتمام بالضعفة خلاص يبقى حقق ما يتحدث عنه الإسلام والشريع بدون إسمه ولكن لا أطلق عليه لقب الخليفة لأن إذا أردت أن أستدعي المصطلح الشرعي فلابد أن يكون وفق الشروط الشرعية يبقى كلمة قلت أننا أعايزين المعاني يا دكتور وليست الاسم لكن لو جاءني يعني وينفع درواتي الدكتور محمد مرسي بعد ما انتخب في مصر ونحن انتخبناه يقول أنا خليفة المسلمين واللي يقول أنا حاكم مصر واللي يقول أنا أمير المؤمنين في مصر ففي بعض الدول العربية طالبان طالبان مش عملوا إمارة ولكن سموه أمير المؤمنين ما قالوش خليفة يبقى كلمة الخلافة أيضا لا ينبغي أن نعزلها عن الجذع أو الجذر الإسلامي لها كلمة بسيطة نحن لا نتعبد إلى الله كمسلمين بكلمة الخلافة ولكن بما تحت هذه الكلمة من إقامة للحرية والشورى والاهتمام بمصالح الناس الحفاظ على الدين وأن تكون الأمة الإسلامية جسد واحد تتفق في مصالحها وتعادي على دينها وتوالي على عقدها وأيا كان هذا التجمع يعني تجمع كتجمع الاتحاد الأوروبي تجمع كتجمع الولادات المتحدة الأمريكية ده ما فيش فيه كلام يعني لو نتعبدش لله بشكل التجمع أنا أقول لحضرك شيء إحنا كنا بنقول ثورة 25 يناير دي بداية التحرر للأمة المصرية فإذا تحرت الأمة المصرية فنحن عندنا أمل في الولايات العربية المتحدة ثم الولايات الإسلامية المتحدة يعني لو البلاد العربية والإسلامية اجتمعت كلها تحت مسمى واطلق عليها الولايات الإسلامية المتحدة هتقول لي لأ لازم أقول الخلافة لا ليس شرطة أو مش لازم أقول للأمة الإسلامية وتعاول أي حاجة أي مسلم المهم الأسس التي قامت عليها الخلافة وأرادها الإسلام من هذا النظام تكون متحقق على الأرض لكن أن تضع لافتة ولا يوجد على الأرض حقائق فأنا ذا لا أسمي شيء يا دكتور حسن ضيفي دكتور حسن أبو هنية من الأردن هل ترى أني بعض الجماعات الإسلامية أنا هنا لا أتحدث عن تنظيم الدولة الإسلامية سأتي لهذه النقطة لكن الجماعات الإسلامية كالإخوان والجماعة الإسلامية وغيرها من الحركات التي اهتمت بفكرة الخلافة وإقامة الخلافة يعني هل بالغت في هذه الفكرة بشكل أو بآخر حتى أكثر مما اهتم بها الشرع لأن كما قال الدكتور محمد صغير الشرع يهتم بالمعاني بتحقيق المقاصد وليس بالأسماء والمسميات والظواهر لا أنا أعتقد ربما يكون الموضوع على العكس تماما يعني باستثناء حزب التحرير هو الذي اشتغل في موضوعة الخلافة وهو أعاد يعني أعاد استعارة ما يسمى فقه الأحكام السلطانية الذي أطلق على مسألة الإمارة وهي حكم قائم على الشوكة والغلبة أطلق عليها اسم الخلافة لكي يستدعي النموذج التاريخي الذي يعني رسخه النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقوم بوظيفة حراسة الدين والسياسة الدنيا وذلك كان راسخا حتى عند أصحاب الفقه السلطاني منذ الموردي وليس انتهاءا بأبو يعلى وغيره أنهم كانوا يتكلمون عن أن الخلافة هي موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين والسياسة الدنيا ولذلك هي من جانب الموضوعات ولذلك كان ابن تيمية في الكتاب الأكبر كما تلم يتكلم في موضوعة الإمامة ويقول بأنها ليست من أصول الدين في محاولة للرد على الشعة وكتاب يعني كتاب ابن الحلي وهو منهاج الكرامة عندما كتب منهاج الإمامة يتكلم بأنها ليست من الأصول إنما من الفروع ولذلك كان يقول الجويني الذي أسس للفقه السلطاني بشكل أو للمرحلة الأخرى من السياسة الشرعية في كتاب الغياذي كان يقول عبارة الشهيرة ويقول الإجماع عليها بأن مسائل الإمامة عارية عن مسالك القطع واليقين بمعنى أنها سواء قلنا أنها موضوعة أو أنها عارية عن مسالك القطع واليقين فنحن نقول بأن ولذلك كان الخلاف أنها ليست تثبت في النص إنما هي واجبة عقلا الآن ربما حاول كابن حزم أن يقول أنها نصا أو نصا خفيا لكن الأصل بأنها موضوعة بمعنى أنها مطلوبة عقلا ولذلك ابن تيمية عندما استدل في كتاب الآخر السياسة الشرعية تحدث ليس عن الحديث الذي رواه مسلم خلاف على منهاج النبوة لأنه كما قيل هناك كلام طويل حول هذا في نقد هذا الحديث ولكن تحدث استدل على وجوبها بحديث السفر إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم إذن مرة أخرى وحتى التعريف اللي ذكروا الضيف العزيز أستاذ جمال من إسطنبول وهو حمل الكافة على مقتضى نظر الشرعي كما تعلم هذه هي العبارة الخلدونية ونص عبارة بن خلدون على اعتبار أنها قائمة على العصبية والغلبة بمعنى أن هذه الموضوعة هي تدبير الشأن العام هو أمر موضوع للناس بما يروا إذا حقق مقاصد الحكم وهو التي تقوم على العدل وكذلك المؤسسة على الشورى لكن هناك فارق أن موضوعة الخلافة أصبحت راسخة عند المتقدمين ومتأخرين أنها تقوم على العقد والاختيار وهذا العقد والاختيار الذي يخالف موضوع الإمارة الإمامة التي تقوم على التغلب والشوكة والقوة طبعا ابن تيمين سيضع نموذج آخر الذي هو ما يسمى السياسة الشرعي القائمة على العدل لكن هذا يدل أنها مؤسسة ذات طبيعة تاريخية مؤسسة على القيم ولكنها ليست ترتبط لا بمنظومة أصول الدين ولا الاعتقاد أساسا إنما في تدبير ذات طبيعة تكوينية ولذلك هي موضوعة طيب ابقى معي دكتور حسن لكن عودة للدكتور جمال دكتور جمال الحقيقي حتى أعطي حضرتك الفرصة كلام الحديثة قلت والحديث الاستدلت بالدكتور الريسوني رد وقال إنه حديث يعني لا يخلو منها شاشة في ثبوته وصحاته ولا يجوز يعني أو من الأفضل ألا نعتد به في هذا السياسة قال أيضا أن الشرع الذي فرض أحكام ومبادئ ومقاصد لم يفرض علينا أبدا أن نقيم شيء يسمى بالخلافة أو الخلافة الإسلامية أو دولة الخلافة ولا فرض علينا أن نقيم شكلا معينا ولا نمطا محددا لهذه الخلافة وقال أيضا ولذلك أقول لو اختفى لفظ الخلافة والخليفة من حياة المسلمين إلى الأبد ما نقص ذلك من دينهم مثقال ذرة ولا أصغر منها ولكن إذا اختفى العدل واختفت الشورى وشرعية الحكم ليوم واحد فتلك هي الطعمة الكبرى رد حضرتك بداية أرجو أن تعطيني بعض الوقت لهذه المسألة أولا حكم الخلافة لم يبنى على هذا الحديث هذا الحديث بيّن التشريح التاريخي والواقع أكد على هذا التشريح يعني كانت نبوة ثم كانت خلافة راشدة ثم كان ملكا عضا ثم كانت زبريات ثم تكون خلافة راشدة بإذن الله فحكم الخلافة لم يبنى على هذا بل الواقع أكد صحة ما جاء في الحديث بصرف النظر عن السند ولا يبنى عليه هذا أمر الأمر الثاني وهو من الأهمية بما كان أن مسمى الخلافة كما تفضل الإخوة الكرام ليس هو المقصود أن في دراساتي في رسالة الماجستير الخلافة الإسلامية والحركات المعادية لها في العصر الحديث لما ذكرت الأدلة على وجوب الخلافة من السنة والقرآن ومن أقوال الفقهاء ومن الواقع ومن تطبيق الصحابة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ما فعله أبو بكر وما فعله عمر رضي الله عنه وما فعله عثمان وما فعله علي أليس بالنسبة لنا يعتبر من المنهج الأصلية في سياسة الدنيا بالدين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوى صلى الله عليه وسلم مارس أعمال الإمامة ممارسة كاملة هذا أمر الأمر الثاني ما ذكرته في الدراسة منذ أكثر من عشرين سنة قلت أن المسمى ليس هو المقصود هناك ثلاث أمور لابد أن تتوفر وساعتها سميها إمارة سميها إمامة سميها أمانة عامة لا مشكلة لابد من وحدة الأمة وتطبيق الشريعة الإسلامية ومنهجية الشورى فأي كيان تتوفر في هذه الثلاثة تطبيق الشريعة الإسلامية وحدة الأمة منهجية الشورى فهو الخلافة ولذلك قد نختلف في الأسماء وقد منذ عشرين سنة وضعت نموذجا للخلافة في العصر الحاضر وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر كنموذج للخلافة الآن بشرط أن يكون له مرجعية إسلامية وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمرجعية مسيحية الآن ولذلك أقول إذا كانت أوروبا أصبحت كيانا محترما يعني ينكر على المسلمين أن يسعوا لأن يكون لهم كيان ووحدة طيب ابقى معي يا دكتور وأعتقد الحمد لله أخذت الفرصة كاملة لأن تعبر عن وجهة نظري دكتور الصغير منذ شهور ليست بالكثيرة أعلن عن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية أعلن عن الخلافة ونصب خليفا هو أبو بكر البغدادي وقال أن اجتمع مجل الشورى الدولة الإسلامية وتباحث في الأمر بعد أن باتت الدولة الإسلامية بفضل الله هكذا قالوا في نص الإعلان عن الخلافة تنظيم الدولة الإسلامية تنتلك كل مقومات الخلافة والتي يأثم المسلمون بعدم قيامهم بها وأنه لا يوجد فقررت الدولة الإسلامية إلى خيره ممثلة بأهل الحل والعقد فيها من الأعيان والقضاء والأمراء ومجلس الشورى إعلان قيام الخلافة الإسلامية وتنصيب خليفة للمسلمين الشيخ المجاهد العالم العابد إلى آخره إبراهيم بن عوادي بن إبراهيم يعني المشهور بأبو بكر البغدادي هل في هذا الشكل تحقق تحقق فكرة الخلافة وشروطها التي تحدث عنها الدكتور جمال وحدة الأمة تطبيق الشريعة منهجية الشورى أم كيف تقيم إعلان تنظيم الدولة الإسلامية للخلافة ومبايعة أبو بكر البغدادي للسؤال ده مهم بس في بس يسأل يعني شاء الله طيب لكن الأستاذ حسن من عمان قال أن الحديث ثم تكون خلافة على منهج النبوة رواه مسلم وراه الإمام أحمد وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا يرد على كلام الدكتور الرئيسوني في قضية هشاشة الإسناد أيضا كلام الدكتور الرئيسوني نتفق معه تماما في أننا غير متعبدين في لفظة الخلافة أما ما سبق هذا الكلام بأن المسلمين مش مطالبين بإقامة نظام عام يعم المسلمين تحت مسمى جامع لا إحنا مطالبين بذلك ومأمورين به والحديث اللي ذكروا الأستاذ حسن إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم بس الله أنتم مش مختلفين على فكرة أن الإسلام اهتم بالمعاني زي ما حضرت المسلم يهتم بالمباني بس في بداية كلام الدكتور الرئيسوني ده كلام خطر جدا يعني أنا فهمت منه ما فيش مانع أنه كن دولة تكون على حد أنا لو أنا كمسلم هضرب مثل كمسلم يعني ما كانش في أهدافي كمسلم أن أنا عايش عشان أشوف فكرة الخلافة لكن أنا عايش أشوف حاكم يحكم بمبادئ الحرية والشورى وجاء في سياق صحيح وعمل على مصالح الناس هذا يكف هكذا يقول الدكتور الرئيسوني وغيره لا الدكتور الرئيسوني بيقول ليس شرطا أن يكون هناك نظام خلافة لا نحن نحن الحديث جماع العلماء أنه في آخر الزمان والذي نعيشه الآن ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة وكان ما تفضل الدكتور جمال عبدالستار التسلسل التاريخي يشهد لهذا الحديث أنا خلافة لأننا على قل في قراءتي ما وجدتش أحديث أخرى غير ما ذكرت وحديث سيدنا سفينة في هذا المقاب لكن على أي حال خلص تنظيم الدولة الإسلامية قام بهذا الأمر وأعلن الخلافة وأعلن الخليفة هل ستبايع أبو بكر البغدادي ولا يمكن بايع قضية الخلافة نحن انتخابنا دكتور محمد مرسي ولم ننتخب أحدا بعده حتى الآن ونحن ما زلنا مصررين على انتخابه وعودته حتى يحقق عودته كحاكم وليس كخليفة نعم عودته كحاكم لأنه انقلبوا عليه لأنه كان يحلم بالخلافة هذه أحد أسباب الانقلاب حضرك اللي فتحت الموضوع مشاهدت لا ما هو حتى أنا أتكلم في النقطة دي لكن خلافة تنظيم الدولة الإسلامية كيف ترحب أنا عايز أقول لحضرك حاجة في سنايا الكلام اللي ورد عند حضرتك الخليفة له شروط أولا التكليف اللي هي شرط أي عمل من الأعمال الإسلام البلوغ الحرية العقل قضية القراشية فيها كلام بين علماء السياسة الشرعية لكن آخر شرطين هم اللي يهمون في هذا الصدد اللي هو المشورة من أهل الحل والعقد والتمكين فالخلافة ثمرة ونتيجة وليست بداية يعني أنا أنا أنادي بالحرية أن الشعوب يكون عندها حرية ويكون عندها مسواة وعندها عدالة فإذا تقرر لي هذا في بلدي في مصر كما كنت أحب أنا سأكون مهتم أن هذه الحرية والعدالة تكون في كل البلاد الإسلامية حتى يتفق المسلمين جميعا على أمر جامع يجمع مصالحهم الشرعية لتطبق مهتم كشرع ولا كمصلحة لا أولا دين وعبادة دين وعبادة أنا أعبد الله تبارك وتعالى بذلك أنا أتعبد الله تبارك وتعالى بإقامة الخلافة الإسلامية على الأرض لكن بعد بعد أن تكون هناك أرض تطبق عليها الخلافة تقام الخلافة بشكلها القديم أو بالشكل اللي بيقول عليه الدكتور جمال يكفينا حاجة شبيهة بالاتحاد الأوروبي مثلا ليس هناك ما يمنع وفي لابد احنا عندنا الآن حاجة اسمها فقه المجامع يعني في مسائل لا يفتي فيها الدكتور جمال مع احترامي ولا من هو أكبر وأجل في علمائنا كفضيلة الشيخ الدكتور يصف القرضاوي العلامة اللي لو في واحد بس يفتي يبه هو مثل هذه الأمور لابد أن يجتمع لها علماء المسلمين جميعا ويقرروا الشكل الشكل الذي سيقرره علماء المسلمين للخلافة الإسلامية في العصر الحديث نحن كطلاب علم لهم ملتزمين به دكتور مردتش علي يراك في تنظيم إعلان الخلافة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في فرق يا أستاذ أحمد بين أنه يكون عندي بلاد بسطة عليها العدل والمساواة والحرية وإقامة الشريعة ثم أعلن الخلافة الإسلامية عليها وفي فرق بين أن أضع لافتة لآتي بدول أو بلاد أو مدن فتوضع تحت هذه لافتة فكرة تستحامل حدود والدول بهذا الشكل وقطع الرؤوس أنت معها ولا ضده إيه دخل قطع الرؤوس بموضوع الخلافة الإسلامية اللي عم تكلم فيه ما هو ده من نفس السياح لا ليس هذا من ليس هذا أبدا طيب الخلافة باطلة ولا صحيحة خلافة تنظيم الدولة الإسلامية يا دكتور البيان الذي صدر من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي ينضوي إليه آلاف العلماء والهيئات العلمية قال إن الخلافة التي أعلن عنها في العراق لا تلزم أحدا من المسلمين وإنما هذه إمارة البيان قال عليها باطلة طبعا لحظة أنا أكمل حضرتها بس رأيك الشخصية يا دكتور أنا أعود في الاتحاد العالمي يعني أنت معها تلزم طبعا أنا خلافة باطلة طبعا طبعا طيب نضب لي ضيفي في أعمان الدكتور حسن أبو هنية كيف تقيم أنت من ناحية أخرى كونك خبير في شؤون الحركات الإسلامية ما أعلن عنه تنظيم الدولة الإسلامية من الخلافة وتنصيب خليفة السيدة أبو بكر البغدالي أولا ابتداءنا أنا أعتقد بأن ما فعل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش هو طبق كافة الشروط المنصوص عليها في الفقه السلطاني يعني تماما هو أقام حكم قائم على الشوكة والغلبة والقوة على مكان يبسط عليه حكامته وسلطته وقضاءه بشكل كامل ولذلك لا يمكن من حيث الشكل أن نقول أن هذا يخالف الشكل الذي كان متعارفا عليه منذ نشأة الحكم الإمارة وإمارة التغلب فهو يفعل ذلك يعني ولا أعتقد بأنه هذا وهذا أعتقد أنه تسبب بإحراج لكثير من المشايخ والحركات والجماعات الذي بدأوا يناقشوا في قضايا تقنية أنه هل هو ممكن أم لا ممكن أهل هو يعني مجهول العين أم أنه معروف هل هو قرشي طبعا منسوب هل صحة النسب يعني بدخلوا في قضايا أعتقد شكلية لكن من ناحية الشروط الشكلية الظاهرة أعتقد أن هذه بحسب الفقه السلطاني والإحكام السلطانية أنها خلافة أو إمارة تغلب اللي أخذت شكل الخلافة ولكن أنا رأيي شخصي أن المشكل أنهم هم خلطوا بين قضية قضية أساسية وهي أن هذه الخلافة هي موضوع مسألة تكويني وربما يكون ربما الرد الأكثر يعني انسجاما هو جاء من قبل أحد أشهر منظري السلفية الجهادية الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في كتاب أو ثياب الخليفة أن هي يعني مسألة الخلافة مسألة تكوينية وهي الاجتماع البشري لابد له من شخص يقود يعني بغض النظر ليس لهذا الأمر لا يجادل فيه أحد ولذلك يجتمع فيه المسلم والكافر ولكن ما يختلف هو منظومة القيم الحاكمة والمطبقة في داخل هذا المجتمع دكتور حسن اسمح لي هو يفعل ذلك أم لا لإعلان تنظيم الدولة الإسلامية لمسألة الخلافة وتنصيب خليفة هو فقط يعني مسألة مصالحية براجماتية من المقام في المقام الأول لأنه يريد كسب أنصار جدد يريد أن يلعب على فكرة انهيار السلمية وطيرات الإسلام السياسي بعد الانقلاب عليها في عدة دول وعلى رأسها مصر أو هذا الذبح الذي نراه يوميا من قبل بعض الأنظمة العربية في سوريا أو من نظام الملكي أنا ذاك وبالتالي هو يدد فقط كسب أنصار له من خلال إعلان الخلافة وليس فكرة هي الخلافة والتمكين في الأرض وما شابه ما رأيك في هذا الكلام؟ ما هو سير جاذبية هذا التنظيم هو أن الدولة القطرية أو الدولة الوطنية التي أعقبت الدولة الكولينالية قد أغلقت فقدت أجهزتها حتى الأيدولوجي لم يبقى إلا منها بعد انقلاب على ثورات الربيع العربي لم يصبح لديها جهازا فاعلا إلا جهازها القمعي الممثل بمؤسستها العسكرية والأمنية والبوليسية ما يفعل هذا التنظيم هو بأنه يقول بأن المجتمعات الدولة بفعل هذه الدولة التي تغولت عليها هذا الجهاز العسكري قد تحولت المجتمع إلى ثكنة عسكرية وبالتالي لا يمكن أن نواجه هذه الدولة القمعية إلا بهذا التوحش بهذا فقه التغلب والإمكان ولذلك لم يعد هناك فهي هذا الجماعة تؤمن بأن لها مستندات شرعية أنا برأي خاطئة لأنه لها تأسيسها الفلسفة خاطئ ولكن من ناحية الشكل الخارجي والظاهري هي تمكنت ابتداء من الحفاظ على تصدع التنظيم لأن حركات أخرى حتى جهادية سلفية كالنصرة تكيفت محليا مع الأطروحة المحلية القطرية وخسرت هؤلاء الجهاديين المهاجرين ما يسموا وبالتالي لم تقدم رؤية للناس الآخرين والتنظيم تمكن من جمع هؤلاء جميعا وتمكن من مواجهة الدولة القطرية التي هي تستنت إلى منظومة القوة ولذلك هو أصبح يكسب جميع الأجيال الجديدة بفعل هذه المنظومة دكتور جمال دعني أبني سؤالي على كلام الدكتور حسن أبو هانية من عمان البعض يقول أن داعش تنظيم الدولة الإسلامية سحب البصات من تحت أقدام يعني الحركات الإسلام السياسية التقليدية وبالطبع على رأسها جماعة الإخوان المسلمين مثلا صحيفة الواشنطن بوستب تتحدث عن 16 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 80 دولة حول العالم قاموا بالالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية أيضا فيه إحصاء رسمي عن طريق مركز بوي للأبحاث وهو أعتقد مركز أمريكي يتكلم أن تونس خرج منها 3000 مقاتل المملكة العربية السعودية 2050 لأردن 2100 و1500 شخص من المغرب و800 شخص من بريطانيا وفرنسا والبعض بيقول لا ده أكثر من كده بكثير إذن هل تعتقد أن داعش بهذا الشكل يعني حققت حلم لبعض الشباب وخصوصا الشباب الذي ينتمي للطيار الإسلامي حلم القوة وحلم المنع وحلم تحقيق الأهداف على الأرض بعيدا عن الكلام الذي لم يأتي بنتائج من وجهة نظر البعض اللي هو سلمياتنا أقوى من الرصاص والديمقراطية والنزول للحياة السياسية هو الذي سيحقق الهدف ما رأيك؟ أن ذلك حدث وأن هناك فتنة أيضا ستحدث في الفترة القديمة وهي تتعلق بقضية انتشار التكفير لأن هذا الإعلان وهذه الدعاية تغري جزءا كبيرا من الشباب وأعتقد أن الأمة ستعاني من التكفير كثيرا ولكن دعني أعود بداية فأقول أن الخلافة ليس مجرد إعلان وليست مجرد راية والبعض حتى يتمسل قضية الخلافة بخليفة ويلبس تاجا على رأسه وولاه وما فيش مانع جواري ويقول لو تب لك لهذا جمعتنا تصور أفلام ومسلسلات لكن الخلافة حقيقة تتمسل وحدة الأمة تمسل تطبيق الشريعة الإسلامية تمسل إقامة الدين ولذلك حينما قلنا ونقول أنها واجبة ليست واجبة لذاتها وإنما واجبة لإقامة الدين وإقامة الدين ليس في قطر ولا في مكان ولكن في الأمة بأسرها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يا دكتور عفوا للمقاطعة لعل هذا الخطاب لا يلقى الآن رواج لذا الكثير من الشعوب الدول الإسلامية والعربية الثورات قامت لها الحرية للؤمة العيش يا دكتور ما أمتش بتطالب بإقامة الخلافة الإسلامية يعني البعض ينتقدكم لماذا هذا الحديث الذي حتى يفض عنكم الأنصار وبعيدا عن أبناء الطيار الإسلام ما كان لنا أن نتحدث أن نجلب الأنصار أو نجلب التابعين أو يكثر الذين يتبعوننا إنما نقول ما يمليه علينا ديننا وما نعلم به الأمة اختلف الناس أو اتفقوا هذه بداية إقامة الدين وأقامة شرع الله ومتى كان للأمة أن تعيش حرة أو أن تعيش في شبع إلا وفق منظومة شرع الله سبحانه وتعالى منذ أسقطت الخلافة الإسلامية تفرقت الأمة وتنكبت الطريق وجاءت العلمانية فأفسدت ماذا فعلت العلمانية في الأمة جوعتها وفرقتها وشلدتها ونحن نريد أن نعود أمة يا دكتور الواقع مختلف الناس النهاردة يريدون يعيش زي ما المواطن هكذا يقول بعض ده مش رائعيا هذين يعيشه زي المواطن الفرنسي والمواطن الأمريكي اللي هو يختار رئيسه بحرية كاملة ويأكل لقم تعيش كويسة وجيدة ويتعالج علاج جيد ويتعلم ويعلم أبنائه بطريقة محترمة وفيها كرام لكن على أحل الحقيقة نسيت أن أسألك عن رأيك في إعلان الخلافة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية هل تراه باطلا كما قال الاتحاد العالمي وكما قال الشيخ الصغير الآن أم لا نعم أرأه باطلا فليس هناك أولا دولة وليس هناك تطبيقا لشرع الله سبحانه وتعالى كمنهجية وكذلك ليس هناك وحدة أمة العبارة ليست إقامة خلافة كل واحد فيه إحنا كنا ممكن فرارة على هذا النظام وهذه الأعداد كانت عندنا ملايين كنا ممكن نعلن خلافة وخلاص مشكلة مش أعداد ومشكلة مش أفراد مشكلة أمة قائمة بمكوناتها نستطيع أن تجمع حولها الأمم وتحمي دين الله سبحانه وتعالى وتنشر لسألة طيب ابقى معي دكتور دكتور الصغير في نفس السؤال هل فعلا زي حتى الدكتور جمال أكد دوات بشكل أو بآخر تنظيم الدولة الإسلامية صحة بالبساط من تحت أقدمكم أقصد هنا الطيرات الإسلامية زي الجمال الإسلامية حدثك بتنتمي إليها ولا جماعة الإخوان المسلمين ولا غيرها أظهر نموذج جديد قائم على القوة الفاعلة على الأرض وبتغير بالفعل وما رأيناه في العراق أو المآم تنظيم الدولة الإسلامية أمريكا جريت وشالة الملك أحد أهم أنصرها هي وإيران ما رأيك؟ لا شك أن هذا الكلام فيه قدر من الصحة ولكن لكل فعل ردت فعل لابد أن ننظر إلى السبب لا شك أنه في هذه الألاف المنضوية الآن تحت هذه الراية في شباب مسلم صادق طاهر من عشاق الشهادة ومن محبي الجهاد ولكن وجدوا أن العالم كله تآمر عليهم لا سيما على الإسلام السني والدليل أنه عندنا أكثر من 2 مليون شهيد في العراق جاناهم الاحتلال الأمريكي وزبانيته من الاحتلال الصفوي ثم قتل المسلمين وإبادة الشعب السوري كله بكل طوائفه ثم الانقلاب على تجربة الحرية والديمقراطية لا شك أن هذه الأفعال وتواطئ العالم كله عليها جعل مجموعة من الشباب الأطهار الأنقياء ينضو تحت هذه الرايات دون أن يدركوا ماذا يرادوا أنا بس الحقيقة يعني لو كنا جاهزين لدينا كان نموذج عملي لما يقال الآن من سحب أن عدد من الشباب ذهبوا إلى فكرة تنظيم الدولة الإسلامية رونه الأفضل الآن في مصر مثلا أحد الضباط السابقين في الشرطة وكان رشح لانتخابات مجلس الشعب 2011 اسمه أحمد الضروي وكان مشهور في التنظيم باسم أبو مصعب المصري ده استشهد منذ فترة ليست بالكبيرة في الألعرح لنشعرف لدينا يعني صورة للرجل الرجل كفر بالعملية الديمقراطية وكان نازل عضو نحن نعرضها الآن يعني نعرض حتى صورته قبل أثناء وجوده في مصر هو ضابط شرطة سابق وكان نزل في انتخابات مجلس الشعب 2011 ولم ينجح ودي صورته بعد ما أصبح حضو في تنظيم الدولة الإسلامية واستشهد منذ شهور قليلة في العراق نفذ عملية استشهادية كما قال أحد المواقع التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية دكتور حسن هذا السياق فكرة يعني نموذج محمد أحمد الضروي ضابط الشرطة اللي هو راح يدى صوته للدكتور محمد مرسي وقالده الصحيح والعملية الديمقراطية ونزل انتخابات مجلس الشعب وبعد ذلك بعد الانقلاب العسكري رأيناه عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية واستشهد هناك لكن قبل ما يجيب الدكتور حسن أنا أعرف الدروي المعلومات دي خطئة المعلومات دي أنا أعرف الدروي يعني خطئ فيها عشان نصحي أولا الأخونا أحمد الدروي قتل من أو استشهد من شهر مايو وإنما الإعلام المصري وبعض الصحف للحقيقة حتى كده أنا قلت من عدة شهور هو الإعلام كان من أيام فقط ثم أنه أخونا أحمد الدروي هو ذهب لنجدة الشعب السوري بس كان عضو تنظيم الدولة؟ لا 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 هذا الرجل نعرف دين ونعرف أخلاقه ونعرفه عن قرب إنما ده نوع من التشويه للرجل ساب الجهاد في مصر من خلال الممارسات السياسية ونحن وكفر بيه ورح في اتجاه آخر حتى كلامه على صفحيته على الفيسبوك كان يدل بتغير ما في رؤيته الشخصية لكن أنا عايز أثبت أثبت هنا أن أحمد الدروي يشوه إعلاميا في مصر ويبرز على أنه كان مع تنظيم الدولة وهذا رجل بعيد عن هذا تماما هذا رأي يربط على قلوب أهله دكتور حسن تفضل هو أعتقد أحمد الدروي ونماذج أخرى في الأردن قبل يومين شغلت قصة جهاد الغبن وهو أحد الناشطين الحراكيين وكان مقربا حتى من التيار اليساري في الحركات الاحتجاجية ومع ذلك قتل أو استشهد في سوريا قبل يومين وبالتالي هذا يوضح كيف أن هناك هؤلاء الشباب بغض النظر عن الأعداد التقديرات أكثر من 12 ألف مقاتل عربي وأجنبي فضلا عن نفس السوريين والعراقيين هناك وكناك آلاف الذين يعملون في بلدانهم سواء كان في اليمن أو المغرب أو في مصر أو كائنا ما كان هما بدأوا أن يدركوا بأن جميع هذه الحراكات السلمية والإيمان باللعبة الديمقراطية والانتخابية وجميع هذه القيام الحداثة السياسية هي عبارة عن غشاء رقيق في النهاية هناك دولة عميقة أجهزة قمعية من تدير هذه الدولة وهي تسعى في إطار الثورة المضادة في إعادة بناء حاجز الخوف عبر استخدام الآلة الأمنية القمعية حتى المدى الأقصى ولن وهي غير عازمي على التراجع ولا عقد صلح أعتقد هذا يفهم الشارع ورجل العادي بشكل بسيط ولذلك كل هؤلاء الناشطين هم بالتالي أصبحت لديهم إيمان حتى لو لم يكونوا يؤمنوا بمعنى على الصعيد العقدية أو الأيدولوجي بتنظيم الدولة فهم كما نرى حتى ما حدث مع الفصائل السورية أنها بدأت تبايع تنظيم الدولة بل أن حتى طالبان باكستان وكذلك حركات عديدة لأن هذا هو أن الدولة التي لم يتبقى منها سوى جهازها القمعي وهي ربما سوف تقتلك أو تسحلك أو تعذبك أو تفعل ما تشاء دون أي ردة فعل وهي تريد هي هذا هدفها وبالتالي هذا ما يجعل هذا التنظيم هو أكثر جاذبية بشكل كبير وباتت جميع الأطرحات الأخرى غير صائبة ليست هي غير صائبة هي غير صائبة في هذا الشرط والظرف الموضوعي الذي قد أغلق ولم يعد من الدولة الوطنية إلى جهازها القمعي إذا تغيرت كبير أجعلني أسألك حتى لديك وقت عفوا لعله يكون سؤال الأخير لحضراتكم وأبدأ معك أيضا يا دكتور حسن كلام حضرتك وأن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح أكثر جاذبية حتى من فصائل إسلامية أخرى كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها جعلنا نسأل ما هي مآلات هذا التنظيم ومستقبله في القريب العاجل هذا التنظيم حتى هو سرقة جاذبية من تنظيم القاعدة لأن تنظيم القاعدة الذي قد انبنى أيضا على ما يسمى جهاد النكاية ومن قبل جهاد التضامن أيام أفغانستان قد انتهت هذا التنظيم الآن يبني جهاد تمكني جهاد التمكين بناء الشوكة والقوة ولذلك شاهدنا أن جميع الفروع الآن في العالم العربي التي كانت تقليديا تتبع الجهادية العالمية أو السلفية الجهادية أو تنظيم القاعدة بدأت تذهب باتجاه هذا التنظيم سواء في اليمن في نيجيريا في أصمال في المغرب لكن سؤالي عن المستقبل مستقبل هذا التنظيم هل هو سينجح ويتفوق ويحصل على ويكتسب أراضي جديدة أم أن عدم وجود حاضنة شعبية لهذا التنظيم وتحالف دولي أطلق عليه البعض الحرب العالمية الثالثة على هذا التنظيم ستنهيه في القريب العاجل أم ماذا سريعا يا دكتور لو سمحت إجابة مختصرة هذا عدم فهم لطبائع ما يحدث أعتقد أن كما قلت أن الآن ما يحدث في الدولة المحلية القطرية أنها لم يبقى سوى الجهاز القمعي ولذلك أعتقد أننا سندخل لعقد قادم من توحش وأعتقد أن إدارة التوحش هو جزء من أطروح التنظيم الدولة ولذلك لا يوفر مثل هذا الطرح إلا مثل هذه الجماعة إن لم تكن هي ذاتها فسوف تستنسق في كافة أنحاء المنطقة بشكل أساسي لأنه لم يبقى إلا صراع قوة وبالتالي غابت أي نوع من عقلانية في تدبير الشأن العام طيب دكتور جمال نفس السؤال لك ووفقا لكلام الدكتور حسن من عمان لا نحن رايحين لما هو أصعب وأشد حتى من تنظيم الدولة الإسلامية أو دواعش أخرى في بلدان أخرى بسبب ما يعرف بتوحش الأنظمة الاستبدادية تفضل أخي الخلافة الإسلامية كانت صورة جمعت المسلمين خلال 13 قرنا ثم بعد ذلك سقطت الخلافة الإسلامية فتوزعت الأمة فرقا وشيعة الاستعمار تكالب على الأمة وظل فيها زمنا طويلا ثم مر تركها وترك نمازك تدل عليه أو تقوم بدوله في المنطقة بأسماء عربية أو أسماء مصرية أو بأسماء إسلامية وقامت بدول الاحتلال الآن الذي يحدث هو مواجهة بين تلك الأنظمة وبين الشعوب التي تتطالب بالحرية وتطالب بالشريعة وتطالب بالاستقلالية وتطالب أن تكون هناك نعمل الإنسانية ولذلك أقول الأمر سيتسع أكثر وأكثر وسيكون مواجهة أكثر وأكثر وأعتقد أن المنطقة قادمة على مرحلة انفجار حقيقي بين الشعوب وتلك الأنظمة التي قامت بدول الاحتلال قياما كاملا بل كانت أسوأ من الاحتلال في تعاملها مع كسر الإرادة الوطنية وتغيير هوية الإسلامية والهوية العربية في المنطقة ولذلك إن لم يكن هناك عقل حقيقي يوقف هذا التدهور ويوقف هذه الأنظمة القمعية فإننا على بركان كبير في المنطقة ستتغير فيه ملامح المنطقة كاملا رأيك يا دكتور القمع المآلات والمستقبل كلما استمر القمع وزاد لن نجني إلا مزيد من التفجير والتكفير الأنظمة الحاكمة أو الدول الوظيفية التي وضعها الاستعمار ويرعاها الآن وأصبح العداء للإسلام واضح ولسيما الإسلام السني كما نرى في صنعاء ونرى في كل يوم دولة وبلدة ومحافظة تقع وتسقط من خريطة الإسلام السني إما مرة إلى إيران في يدها ومرة إلى أمريكا هذا لا ينتج إلا مزيد من العنف مزيد من التفجير مزيد من التكفير الذي لم يرضى فكر حسن البنة وجد نفسه أمام تكفيريات شكري مصطفى والتاريخ يعود نفسه أعطوا الشعوب حريتها تختار من يحكمها وفق آليات العصر الحديث ولندرس التجربة التركية ليست تجربة أردوغان ولكن تجربة الخلافة العثمانية التي بدأها عثمان أردوغل سنة 687 هجرية فاستمر قرابة 300 سنة أحفاده حتى أعلنوا الخلافة الإسلامية عام 926 هجرية على يد سليم الأول حتى الخلافة العثمانية يوجه لها نقد كثير إذا كان لنا أن ندرس ويبقى الأفضل أن ندرس الخلافة الراشدة لا أن أقصد دراسة التاريخ أن إقامة دولة وتجربة ديمقراطية تحتاج السنوات فأملك بإقامة خلافة أنا أجيد آخر دراسة خدت 300 سنة فصعب أن نقيمها في سلاسة أيام شكرا جزيلا الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف الأسبق وعضو مجلس الشعب السابق أيضا شكرا جزيلا كما أشكر ضيفي عبر الأخمار الصناعية من أسطنبول الدكتور جمال عبدالسطار الأستاذ بجامعة الأزهر وكذلك أشكر ضيفي من العاصمة الأردنية عمان الدكتور حسن أبو هنية الخبير في شؤون الحركات الإسلامية وبالطبع مشاهدين الشكر موصول لكم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من سياسة في دين في أمن الله فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة اتأل التاريخ عن عبدالناط الأستاذات أين هم الآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة